ترجمة نانسي قنقر وفي هذا الإطار جاءت زيارة تيمور جنبلاط إلى عدد من المقامات والمزارات والمجالس لدى طائفة الموحدين الدروز حيث كان في استقباله في كل محطة حسد من المشايخ والأهالي وجدد أمامهم التأكيد على هذه المرجعية التي ستبقى الملجأ والأمان في كل زمن وعهد جنبلاط يرافقه النواب إليعون على الدين ترو نعم تعمي والمرشحان ناجي البستاني وبلال عبدالله إضافة إلى وفد من وكالة داخلية الشوف زار خلوات القطالب في بعدران ثم مقام المرحوم الشيخ أبو سليمان حسيب الحلبي في بطمي ومقام الشيخ أبو حسن عارف حلاوي في الباروك كما زار جنبلاط خلوات الزنبقية في كفرنبرخ ومقام المرحوم الشيخ أبو محمد جواد ولي الدين في بعقلين وخلوات جرنايا في كفرحيم حيث كان في استقباله في كل جولته جمع من المشايخ والأهالي ترجمة نانسي قنقر